اشتركوا في القناة وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برئيس الاتحاد العام لعمال مصر والوفد المرافق له وما تتميز به العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من تطور مستمر على كافة المستويات واشهد سموه بالدور البارز والهام الذي قام به الاتحاد العام لعمال مصر في دعم وإسناد الاتحاد الحر لعمال البحرين في المحافل العربية والدولية داعيا سموه إلى تعزيز الصلة بين عمال البلدين كما أكد سموه حرص مملكة البحرين على توسيع مجالات التعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالنفع على شعبيهم الشقيقين وأثنى سموه على الدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن وحدة واستقرار الأمة العربية في ظل ما تتمتع به من وزن وثقل كبير على الصعيد العربي والإقليبي معربا سموه عن تمنياته للدولة الشقيقة وشعبها بمزيد من التقدم والرفاة وأكد سموه دعم وإسناد مملكة الوحران لكل ما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية المصرية الشقيقة قائلا سموه إن أمن مصر من أمن البحرين وأشهد سموه بالحركة النقابية المصرية العربية مشددا سموه على أهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين وتبادل الخبرات والتعاون في كل ما يخدم القضايا العمالية في البلدين وأثنى سموه على الدور الذي تقوم به الجالية المصرية في مملكة البحرين وجهودها في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات مؤكدا سموه أنها تحظى بكل الاحترام والتقدير في البحرين من جانبه عرب سيد جبالي محمد الجبالي رئيس الاتحاد العام لعمال مصر عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السموه الملكي رئيس وزراء على ما يقوم به سموه من جهود لتعزيز العمل العربي المشترك وما يتمتع به سموه من رؤية ثاقبة تجاه كل ما يحيط بمنطقة من تحديات ونوه بما تشهده المملكة من تطور وتقدم من على صعيد الحركة العمالية والنقابية وما تحقق للعمال في المملكة من مكتسبات مشيدا بما تحظى به الجارية المصرية في مملكة البحرين من رعاية واهتمام من قبل القيادة والشعب البحريني كما أكد حرص الاتحاد العام لعمال مصر على الاستفادة مما تمتلكه مملكة البحرين من تشريعات وقوانين عمالية متطورة